فريدة احكيني عن مهرجان الدراما انت كنت ملبسها نجلة بدر نيلي كريم ومين كمان؟ وريهام عبدالغفور بيكم حبيبتي المهرجان الدراما انا كان تقريبا نجلة بدر من اللجنة التأسيسية للمهرجان فحكيتلي عن المهرجان من بدري وقالتلي انه مهم جدا للدراما وكده فحبيت ان انا حانستلي لانه اول كان اول راد كاربت للمهرجان فكنت عايزة اروح لحاجة سيمبل حاجة هادية وفي نفس الوقت مختلفة يعني حتى بالنسبة الفستين نيلي كريم مثلا عشان الصورة باينة قدامنا انه فستين نيلي كريم الجامب سوب بتعني نيلي كريم كتوخدام اني من سنتين وده اكتشولي تالت مرة تلبسه انا دايما بمبسط جدا بالطريقة نيلي بتلبس كذا مرة بتلبس الحاجة كل مرة بطريقة مختلفة تماما يعني لبسته قبل كده في راد كاربت بره برده بس عمرك ما هتعرفي انن ده هو ده ان ده هو ده يعني انا لما كنتشعار في ان انا تلبسه لما شفت الصورة ولقيتها عاملة تاج انا بصيتها بتردقني واحدة ده انيتمراضة لانه هي لبسته بطريقة مختلفة تماما عن ان انا متوقعها كرياتيب هي هي باري كرياتيف نجلة بدر وتايزة قال ده من كوليكشن Evolution of the eye 2 ده اللي نحن كنا لسه منتكلم عنه لأ Evolution of the eye 2 وأنا عاملة بقى 1 و 2 سيكل أكنك يعني ولستة هينزل 3 و 4 كمان سنتين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربنا يدلتلتل عمر ف Evolution 2 هو زي ما بحكيلك هو برضو قصة مرأة عايزة تبقى مهتمية بنفسها وفي نفس الوقت تبقى بتشتغل وبتنجع فهو الفستان بسيط وقايم على الفت والكت والشيفان بتاعه طبيعي 100% فناعم جدا ومريح وهو في حقيقي Evolution of the eye يعني تقص التطور أنا بالنسبة بقى طب قبل ما ندخل على ريكو بقى إحنا الفستان إلا ما أنت بتلبسي سداب رتي في أي مهرجان أو أي حاجة أنت اللي بتحضيله زي عمر سال شعر وكده عشان يليق مع الفستان بالنسبة لنجلة بدر لأنه أنا نيلي أنا كنت شعره نجلة بحب يعني أنا قعدنا مع بعض زبطنا طلعنا رفرنس للشعر قعدنا نشوف يعني أنا حتى قلت لها عايزة الشعر حاجة مختلفة لأن الفستان سيمبل أنا لسه حولك انت قلتي هو شكله سيمبل فلازم اللوك يكمل بعضه وشكله فزيع جدا مع الفستان هي عملتي كنتراست مش موجود مزبوط هو ده اللي أنا كنت فعلا عايزة حققه وبالنسبة بقى ريكو طبعا ريهم عبدالغفور غير إنها صديقة ويعني بقول ستار أفتمرازة وبقالنا سنين كتير أنا كل مرة بحب أزر شريكو ريهم بطريقة مختلفة لأنها بيليق عليها الاختلاف يعني مرة نعملها جاون ورويل يليق نعملها باري أجي يليق يليق كلاسيك يليق فامنن يليق يليق باورفل يليق فاللوق ده مختلف عن أي لوق عملنا بس اللي يجمعهم الثلاثة يعني عايزةك يبصي عليهم كده اللي هي إيه؟ التمكين المرأة صح شايفة الثقة هم كمان وقفين بثقة مش طبعاً الفسام خليها الصورة بتنطق بي ما هي دي الميشن بتاع التمرازة هي دي هدف تمرازة يعني أنا عايزة قولك لو عايزة بقى تاخدي يعني برضو مثال رهيب لده لو يعني قدرنا طبعاً الموضوع لو حدخلتوها أي يوم مدخلة هي برضو ستار أفتمرازة أميرة سليم السوبرانو هي عايشة في فرنسا وكانت عاملة في موكب الموميوات تغنيت في موكب الموميوات اللي هي الأغنية الفرعونية فكانت كل مرة بتقولي يا فريدة وهو ده اللي بيحمسني هو ده اللي بيخليني أكمل هو ده اللي بيخليني طول الوقت عايزة أفكر بطرق غير تقليدية يا ريام فلما واحدة تكلمني تقولي أنا حسيت إن أنا عايزة يعني أمسك المسرح كده إحساسها بالفستان لأنه ست بتعزل بضغوطات كتيرة قوي في اليوم الطبيعي فلما لما حاجة بسيطة زي دي تمكنها في شغله إنها تقدر تقف ما هو في الرات كاربت ده جزء من شغلهم جزء من نجاحهم إن هم يقفوا بالثقة دي ده نجاح ده نجاحهم هم هم نجحوا جايين النهار ده بيعرضوا في المهرجان اللي هو مهرجان الدراما شغلهم فأميرة سليم تقولك بقى تقولك بصوتها كده هي لأنها لما بتقولي الكلام أنا مش عارفة أقوله لما بتقولي الكلام أنا بقى أشعر بقولها هو ده اللي بيخليني يكمل طيب فريدة أنت لبسني ناس كتيرة قوي على رات كاربت في الجراميز والأميز ومكسيكين رات كاربت أورد صح وعايزين بقى نعرف إي حساسك إيه وانسي بتطلعي الناس على رات كاربت عالميا كل الناس قاعدة وبتتفرج حالا على فستانك بوسني أنا أول مرة لبسنا هوليوود ستار كانت بالنسبالي أمشو أستدها نفسي قلبي بيدوق جامد قوي لأنه كان حلم لأنه أنا فاكرة حتى نزلت في انترويو كبير جدا في الأهرام حلمي أني أوصل للأوسكارس بعدها كنت فاكرة أني أوصل للأوسكارس حتى في الانترويو والتي لها كمان خمس سنين بعدها بستة شهور سبحان الله يعني اجتهدنا وقدرنا وبعدت فساتين بس كنت بتتقارن مع برانز عالمية فأنا ما كنتش متخيلة أنه الكرياتيفتي هتتعدى الاسم يعني هما بالنسبالهم اختاروا فستان كرياتيف ما عرفوش اسمه اللي هو كانت مرازة جنب أسامي كانت جبيرة جدا فأنا ما كنتش متأكدة أنهم ما هياخدوه فلما شفت فستاني أول مرة شف فستاني على الأوسكارس من غير معرف كنت قادمة قدام التلفزيون لقيت من بعيد واحدة نازلة من عربية وشايفة اللولي جزء من اللولي اللي أنا عملته من سنتين في الأوسكارس روح تقايمة قربت للتلفزيون روح تقاعد أعمل كيف مش مصدقة قاعدت أطنطط ومش مصدقة نفسي للأسف بقيت دلوقتي تشالنج أنا لبست دي في الأوسكارس كانت من 2015 تقريباً تقريباً وكل سنة كنت حريصة أن أنا ألبس في الأوسكارس بعدها كيت هوفر بعدها أول مرة تاني بانوزين تاني مرة كيت هوفر تالت مرة شارنا بارجوس مورجن ستورت يعني كل سنة كنا حرصين لحد الآخر مرة كنا ملبسين في الأوسكارس والأميز والجراميز الاستمرارية صعبة طبعاً جداً جداً كمبيتشت كمان كمبيتشت كمانك كمبيتشت بصعبة بالنجاح يعني في الأول بقيت أعمل وأشوف بقيت عايزة الهدفي يا رب أنفزها وأجري وأسعى ويوم ما تحصل بمقى أشغولها بحاجة تانية فما بقيتش حس للأسف بس طبعاً إحساسي بقى لأنه الحمد لله دلوقتي الاستمرارية يعني أنا حريصة جداً أنا وتيم تمرازة أنه دلوقتي احنا وصلنا لحوالي تقريباً انترناشنال هوليوود ستار وبوليوود وماكسيكين منهم كاميلا كابالو تايرا بانكس أسامي حقيقي عالمياً بيتعاملوا مع برانس عالمية وكمان الفنانين المصريين لأنه دلوقتي عندهم بيتعرضوا لبرانس عالمية كتير أنه هم يفضلوا ليسا حريصين أنه ألبس ألبس من تمرازة أو يبقى بيختاروا ما بين تمرازة مثلاً وهم قادرين يوصلوا لبرانس عالمية من بره دي برضو في حد ذاتها قوة لأنه هو الهدف مش أنه أنا فصل فرصة الهدف أنه يبقى فيه براند مش قايمة علي قايمة على البراند إحنا كلنا في تمرازة عندنا نفس الكولتشر بتاعتي لأن إحنا إسمنا تمرازة تريب عادتي معايا هتلاقي نفس الكلام ده عادتي مع زميلي هتلاقي نفس الكلام ده مع زميله نفس الكلام ده من من مديرين للدبارتمنت لل للسپاشاليس للكواردينيتر أنا تمرازة ابتديت لوحتي فدخلت كل الدبارتمنت فبقيت بعض أعرف كل واحد بيعمل إيه بالزبط فده تقريبا كان سر الاستمرارية إن أنا في الأول عدت ما أنت فاكرا يا ريام عدت ست سنين بيسموني وان ومومن شو صح عشان كنتي بتعملي كل حاجة أقابل الكلائنت وأكلم الكلائنت وحسب الكلائنت وفصل الكلائنت ورسم للكلائنت من أول أي حد يدخل عندك لحد ما بيروح أنت كنتي بتعملي كل حاجة وقتها يعني بس الحمد لله دلوقتي فيه التبرازة ترايب